بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة فعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار اهلا بكم في قراط مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهو اختيال رئيس كلنا مش مصدقين لما كنا بنسمع اي توقع من الناس اللي بيتوقعوا ان هيحصل اختيال لرئيس دولة بعيدة جدا منقول دايما ان رئيس اي دولة بيكون دايما حواليه حراسة ومن الصعب او من المستحيل ان حد يوصل له وكان اخر رئيس تم اختياله كنا نسمع عنه او انا شخصيا اسمع عنه هو الرئيس انور السادات الله يرحمه لكن النهاردة صحي العالم كله على اختيال رئيس جديد وبنفس الطريقة برضو بطريقة مسلحة او بالسلاح هو تفاصيل مقتل الزعيم تشاد دولة افريقية موجودة في قرية افريقيا واللي توقع التوقع ده الحقيقة من شالحيك قال في حدث مؤسف او اختيال بيطال احد الرؤساء حدث مؤسف او اختيال يطال احد الرؤساء حقيقة لما كنت بقولي التوقع ما كنتش مصدق ان الرئيس هيحصل له كده بس ده اللي حصل النهاردة تعيش تشاد حالة من الهلع وعدم الاستقرار بعد مقتل الرئيس ادريس ديبي في معارك جاءت غداية اعلان فوزه بولاية ستة في الانتخابات الرئاسية اما التفاصيل بالزبط واللي حصل نقلت مصادر اعلامية عن زعيم المتمردين رئيس جبهة التغيير والوفاق الاتشادية محمد مهدي علي قولوا ان ادريس ديبي دخل في القتال يومي الحد والاتنين لفتن الى ان القتال اندلع بالقرب من نوكو في كانم دي اسماء في تشاد وهي منطقة تقع في وسط غرب البلاد وجبهة الوفاق والتغيير الاتشادية هي منظمة سياسية عسكرية انشأها محمد مهدي علي في مارس 2016 في تنوى شمال تشاد اعلنت على استعدادها لعمليات عسكرية ضد الرئيس واشالت المصادر اللي ان هذا هو المكان الذي اصيب فيه الرئيس الاتشادي في ساحة المعركة يوم الحد ويزعم رئيس جبهة التغيير والوفاق الاتشادية ان شاهد طائرة هليكوبتر تهبط وسط المعركة قامت بإجلاء قائد الحرب الاتشادي ثم توجهت الانجا مينة على بعد 400 كم لعلاجه وبعد ذلك كانت الدبابات قد انتشرت على الفور حول القصر الرئاسي وكان من المقرر ان يخاطب ديبي السكان مساء الاتنين في ساحة الامة لكنه لم يحضر يذكر ان كانم هي المحافظة رقم 6 في تشاد ده المكان اللي تقتل فيه الرئيس من اصل 14 محافظة وعاصمتها ماو واهم مدنها مصورو ونوكو والتي وقعت بالقرب منها المعارك وظهرت النتائج الاولية لانتخابات الرئاسة في الاتشاد يوم الاتنين ان ديبي الرئيس اللي توفى لكن عنده 68 سنة فاز بفترة ولاية ساتسة في دليل جديد على انه واحد من اكثر زعماء افريقيا بقاء في السلطة وحصل الرئيس على 79% من اصوات انتخابات 11 ابريل بعدما قطعها كبار قادة المعارضة احتجاجا على جهوده لتمديد حكمه المستمر من 30 سنة ويعد ديبي الذي استولع السلطة في تمرد مسلح سنة 1990 حليفا وصيقا للقوى الغربية اللي بتقاتل المتشددين في غرب ووسط افريقيا لكنه واجه حركات تمرد متكررة في السحراء الشمالية بالاضافة الى استياء شعبي متزايد على ادارته للصروة النفطية وحملات قمة للمعارضين وفي يوم الانتخابات قامت جبهة التغيير والوفاق المتمردة المتمركزة على الحدود الشمالية مع ليبيا بشق طريقها جنوبا بعد مهاجمة نقطة حدودية ودعوتها الى انهاء رئاسة ديبي لكن المتحدث باسم الجيش الاتشادي عظيم برمندوة اجونا قال يوم السبت ان قوات الجيش اتلت حوالي 300 مسلح واثرت 150 اخرين في اقليم كانم على بعد 300 كم من نجا مينا واضاف ان خمس جنود اتأتلوا واصيب 36 وفق ما ذكرت وكالة رويترز وعرض التلفزيون الاتشاد الرسم الحد صور لمركبات محترقة ولعدد صغير من الجسس مغطاب الرمال وهتف حجد من الجنود بجوار مقال التلفزيون انهم عشرات المتمردين الاسرة الذين جلسوا ايديهم مقيدة خلف ظهورهم وبعد فوز يوم الاتنين اعلن الجيش انه صد رتلا من المسلحين كانوا يتقدمون صوب العاصمة نجا مينا وبالرغم من احراز الجيش تقدم في صد مسلحين الى ان المتحدث باسم الجيش اعلن في بيانة 3 النهاردة ان الرئيس الجمهورية ادريس ديبي اتنو لفظ انفاسه الاخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الاراضي في ساحة المعركة واضاف نعلن ببالغ الاسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد في 23 ابريل 2021 واكد اجونا ان الجيش يعتزم الاستعداد لاجراء انتخابات رئاسية وصفها بانها ستكون شفافة ويذكر ان ابن الرئيس اللي تم قتله ضابط في الجيش التشادي وحتى صباح اليوم كان رئيس المدرية العامة لجهاز الامن للمؤسسات الدولة المعروفة لدى للشاديين بالحرس الرئاسي لذلك يتولى رئاسة المجلس العسكري وقد اجتمع هذا المجلس العسكري بشكل عاجل عقب وفاة الرئيس لإصدار المساق الانتقال يعني يخلى ابنه يمسك الحكومة الانتقالية او الرئاسة لغاية ما يحصل انتخابات وطبعا من المعروف ان هو الاكيد هلا هيكسب كعادة اي دولة احنا عايشين فيها حتى في افريقيا ماشيين على نفس النظام الرئيس ما بيمشيش يقعد قاعد في البلد لغاية لربنا يرحمه برحمته او حاجة تيجي تقتله وبيجي ابنه بداله وعايشين على كده العالم كله مشى على كده مش احنا كدول عربية بس يعني وكده انتهى التوقع هو قال فعلا زي ما احنا عارفين ميشيل حايك ان حدث مؤصف يطول احد الرؤساء او فيه اختيالها يحصل لرئيس دولة بطريقة مؤصفة وده اللي فعلا حصل زي ما انتوا شايفين رئيس كان داخل في معرقة ضد المتمردين وبعد فوزه يعني خلص كسب الانتخابات رحل الحرب مع الجيش بتاعه عشان يسنده وتم اصابته ونقله عن طريق طيارة هليكوبتر وكلام ده كان يوم الحد اعلان وفاته النهاردة وبع انتقال السلطة الى ابنه بشكل مؤقت لغاية قيام انتخابات رئاسية جديدة وشفافة على حد زعمه كده نكون خلصنا الخبر وفعلا توقع مشى الحيك حصل ما تنسوش تكتبوا رأيكم في التعليقات وايضا تشتركوا لو لسه مشتركتوش احنا قناتنا اسمها قناة مساء الاخبار بنقول التوقعات وبنقول كمان الخبر اللي فعلا حصل في التوقع وانا نقل لكم الخبر من موقع سكاي نيوز عربية لو حابين برضو تتعكدوا من وصدقية الخبر وما تنسوش كمان تضغطوا لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس ورمضان كريم على الكل وان شاء الله الخير لكل الدول العربية ودول العالم شكرا واشوفكم بخير طبعا كده احنا خلصنا الفيديو لكن حابة ان انا اتكلم مع المتابعين واشكرهم على تعليقاتهم زي الاستاذ احمد احمدي وزيزي غرام والاستاذ بالقاصم من تونس وام وديع من اليمن وحساب باسم قناة البشاير نيويورك وايضا الاستاذة منال فرج وفاتن 1986 وايضا اكاونت باسم صحوك احمد وايضا الاستاذ فواز السماك طبعا اخونا من العراق واي اكاونت باسم ابو السيوف الاسدي ورادية من الجزائر حبيبتي واحمد المحمد وعبير محمد ودليلة من الجزائر ايضا حبيبتنا ومعانا الاستاذ حسن علي علي والامل الخليج طبعا من الناس المتابعين معانا وسناء عبد القادر وحليم شيف دي سيرفز بقاله كتير ما كتبش عندنا اهلا بحضرتك وبرأيك وعدرة من الجزائر برضو حبيبتنا ودار السلام اصد الله وكمان من دمن الناس كافور دي زي دايما بيكتب عندنا دايما من دمن المتابعين اللي معانا دائمين وحسن مسباح وزهرة وكمان وائل عوار ومراد وفاطمة المتيري ومحمد جيمر وعامر آية الله وزوق برضو ده بيكتب عندنا كتير او هي بتكتب من دمن الناس كمان كريم وردة ومية علي حبيبتنا من مصر طبعا ام الدنيا وعزيز علام وكمان الناس كتير الحقيقة اوي بتكتب وماريا بن عمر وزرايد زرايد ومحسن زريف وعلى فكرة الناس دي في منهم بيشتمنى يعني بيكتب رأيه ساعات او بيبقى رأيه سلبي على راشنا من فوق وانا برحب باي رأي شكرا على وجودكم معانا في القناة وانكم دايما بتقولولنا رأيكم عن الموضوع حتى لو كان سلبي اختلاف الرأي لا يفسد من الود قضية شكرا مستنونا في فيديو جديد لخبر جديد على قناة مساء الاخبار شكرا مستنونا في فيديو جديد